بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين دعاء جامع عظيم فيه خيري الدنيا والآخرة علامه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه علامه للعباس رضي الله عنه وده من هم أدائية التي تقال مع أسكار الصباح والمساء مع ذلك غفر عنه كثير من الناس يعني لازم تقول في أسكار الصباح والمساء وهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة الله أميني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي الله مستر عوراتي وآمر روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي من فوقي وأعود بك أن أختالم تحتي وقال أيضا الله مجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا الجزء الأول بالدعاء اللهم مني أسألك العفو والعافية في الدنيا والأخيرة وأسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي وسط العوراتي وآمن روعاتي وحفظهم بين أديهم الخلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أختل من تحتي ده سابت عد رسوله السلام ودعاء هم جدا لعبا سعد رسوله السلام قالوا رسول الله علمني دعاء علمني دعاء يجي لرسوله السلام مرة واثنين لغاية ما قالوا قل سال الله العفو والعافية في الدنيا والأخيرة وفي رواية في ذكرها الإمام التبراني والمعافاة الدائمة في الدنيا والأخيرة تحب تقولها تقولها العفو والعافية لما تقوله في أسكال الصباح والمساء خلاص يبقى ربنا يعافيك من الزنوب والأسام والخطايا والمصائب والكربات والأسقام والأوجاع إلا بقدر الله سبحانه وتعالى كلنا المؤمن المصاب لكن دعاء في خيرات الدنيا زي بالزبط ربنا الله ما أتينا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقينا عذاب النار فلازم تقول الدعاء ده فكثير من الناس ما يعرفش هذا الدعاء أو مش موظم عليه مع أسكال الصباح والمساء مع أنه في الخير العظيم في الدنيا والأخيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما أعطي شيء أو مؤمن أفضل شيء أفضل شيء بعد الإيمان أو اليقين من العافية في الدنيا والأخيرة أو المعافاة لا يوجد شيء بيعطي المؤمن في الدنيا أفضل من ربنا صلى الله عليه وسلم أنه يدينه المعافاة أو العافية في الدنيا والأخير فإدعاء الجامع ربنا صلى الله عليه وسلم يعافيك ولما توظم عليه صباحا ومساء إذا أصبحت عبدا لحوحا ورسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى يحب العبد اللحوح يلح في المسألة يكرر المسألة وفيش أحسن من أن تكرره مع أسكال الصباح والمساء فأنا سأكتب لكم الصيغة دي الله بإني أسألك العفو والعافية في الدنيا والأخيرة الله بإني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي الله مصر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميلي وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي واحفظني من بين يدي ومن خلفي يعني قدامي ورائي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وعوض بيك اختلا من تحتي ويقول له معقباتهم من بين يديه ومن خلفه يحفظونها من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بين انفسهم واذا راد الله بقوم سوءا فلا ما رد لها وما لهم من دونه من وال فلو معقباتهم من بين يديه ومن خلفه دي الملائكة بتحميك ايه لا بقدر لله اذا جاء قدر لله خلوا بينك وبين قدر لله يبقى انت بتستحضر حفظ الله سبحانه وتعالى لك من كل المصائب من قدامكم وتسأل الله لعفوه 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 في الدنيا بعد ما تقول الدعاء ده ايه شيء يسيبك بقى بقدر لله لكن لما قلتوش يبقى ما تطلبش لنفسك يعني فيه حفظ حفظ للنفس والمال والدين والاهل ويقال في اسكارة الصباح المساء فانحك تبهوكم في الوصف في التعالي الفيديو وردت واظبوا عليه وتنسخوا هذا الكلام وتنشروه نشر هذا العلم في طواب عظيم نعلم علم المدفع انه اجرم العامة بيها من القيامة لانقوزاتكم ببريمتشانين تشوش تبعي الجرس والاشراء في القناة صلاةكم كل جديد ونسعدون عشر سنة اقول قولي هذا استخدر الله لكم